السلام عليكم جميعا ازايكم اخباركم ايه يارب تكونوا بخير وبالنسبة للي عايز كرصات طاقة مجانية هدية ليكم يشترك في قناة التليجرام الخاصة بينا اللي هحط الرابط بتاحها ان شاء الله في تعليق مسبت هتلاقوه اول واعلى التعليقات الموجودة في الفيديو ده وده كوتش احمد خالد بينصحكم في الفيديو ده انه ازاي تعدلوا الدهون في جسمكم عن طريق التخيل وميزة الكوتش ده انه هو بيتابعكم برضو مجانا في اي حاجة انتو بتسألوه فيها طالما انتو بتتابعوه وبتشوفوا الفيديوهات بتاعته برضو حاسب لكم الرابط بتاع الحلقة بتاعته في اول تعليق مسبت على الفيديو ده النهاردة ان شاء الله حنتكلم عن حاجات مهمة جدا متأكدة اغلبكم اول مرة يسمعها ليفل اعلى من الروحانيات والطاقات النورانية طبعا اللي مش عارف الحلقات اللي قبل كده حيلاقي قائمة خاصة بالروحانيات والاوراد موجودة في القناة فلازم يشوف من البدايات عشان يفهم اي سؤال في بالكم حتلاقوه موجود في البلايليست اللي اسمها اوراد وروحانيات في قناتي والحمد لله كل الحاجات اللي انا بقولها عن تجارب وعن دراسة شخصية وعن حاجات كتير جدا ليفل النهاردة انه ازاي اعمل تهيئة لبيتي او غرفتي لاستقبال الروحانيات والطاقات النورانية خصوصا لو انا عايزة ابتدي في التعامل وجه الوجه معهم او عشان اشعر بوجودهم بس الليفل ده محتاج منك 3 شروط هامة ضرورية حقولها الاول عشان نمشي بالترتيب مع بعض الشرط الاولاني الجماعة اللي هم دخلوا الاوراد وسكة الروحانيات وقطعوا شوط فيها كانوا ملتزمين بالعبادات والصلاة لان طبعا الاوراد ما بتشتغلش مع الناس اللي قطع صلاة او مش منتزمة في الصلاة مبدئية ففيه ناس بتبتدي تتغر ان بدأ يحصل معاها العلامات اللي انا قلتها في الفيديو اللي فات اللي هو قبل ده على طول ويتكسلوا بقى عن العبادات وممكن يقطعوا الصلاة او يأخروها او يجمعوا الصلاوات لا يا استاذي انت لو وصلت للشعور ده فانت هنا دخلت دايرة الشرك الروحانيات النورانية مجتلكش الا عشان انت اصلا قريب من ربنا سبحانه وتعالى فلو انت حصلتلك فتنة وبدأت تعتمد عليهم هم بس مش حينفعوك لان هما بيجوا بامر الله لما يكون هو ربنا سبحانه وتعالى راضي عن عبده الشرط التاني لو انت من الناس اللي متلهفة قوي تشوف الروحانيات على ارض الواقع وتفضل مستنيهم فهما مش هيجولك برضه انا عارفة ان اي حد بتقنسوا روحانيات الذكر والجو الملائكي وبيكون متعطش اكتر في التعامل معهم لان حاجة الانسان الفطرية لطاقة النور دي حاجة غريزية بس التعلق الشديد بيلغي اي حاجة انت مستنيها بطل تعلق الشرط التالت اي حاجة تشوفها او تسمعها ممنوع تتقل حد شوف انا بقول التنبيه ده في كل فيديو ازاي انا زاقت من كتر ما قلته الصراحة احنا كل اللي حنعمله في الليفل ده اننا بنعمل اللي علينا لكن بدون صربعة او تعلق نيجي بقى لتهيئة البيت او المنزل عشان احباب الذكر اللي هما بيدونا كل الطاقات الايجابية والمساعدة يحب ويفضلوا موجودين فيه اول حاجة ودي حشرحها تفصليا شوية وبقية الحاجات حقولها باختصار المهم انا عارفة ان فيه ناس كتير جدا مش هتحب النقطة اللي انا حقولها دي تحديدا اللي هي ايزالة او تغطية كل الصور او التماثيل اللي تحمل صور بني ادمين او حيوانات او طيور هو الشرط ده بيتعمل في الخلوة الصحيحة عموما بس انا بتكلم بقى لو انت حابب ان هما يفضلوا موجودين في غرفتك او بيتك خصوصا لو بيتك ملكك يعني الحاجات دي بتتشالي اللي انا استغربتله اني لقيت اكتر من مدرب اجنبي من اللي بيتعاملوا مع اصحابي الاجانب بيقولوا نفس المعلومة انا كنت مفكر المعلومة دي عندنا كمسلمين بس بس كمان لقيت احد المدربين الاجانب اللي ياريته وكان عامل قناة يوتيوب عشان كنت ادهالكو لان دماغه حلوة قوي وروحاني عميق جدا قال ان الطاقات النورانية مش بتفضل وجود النوع ده من الزينة يعني يقصد الصور والتماثيل فانا قلت ازاي ده اغلب المدربين اللي بيحبوا الطاقة دايما بيحطوا تماثيل ملايكة وبيحطوا صور قديسين بس هو قال لي شرح مقنع جدا على كذا نقطة النقطة الاولانية قال ان اغلب الطاقات النورانية هو استشعرها في المساجد وبعض المناطق الخالية لما راح الاردن في رحلة سياحية وقال انه الاماكن دي حسب فيها بالطاقات دي لان هي مش بتحمل طبعا اي صور بني ادمين او تماثيل النقطة التانية انه الطاقات النورانية بتحب تروح الاماكن اللي شبهها لان هما غالبا بيكونوا عايشين في اماكن مفهاش المجسمات دي كمان الطاقات نفسها ملهمش شكل معين هما بيتجسدوا بس وقت التعامل الواقعي في لمحات سريعة عشان البني ادم يعرف يشوفهم لكن هما كشكل ملهمش شكل محدد هما طاقات نورانية وبالتالي فهما بيحبوا الاماكن اللي مفهاش تحديد لاشكال مادية معينة المفروض يكون فيها روح فلما يكون فيه صور او تماثيل هما بيضايقوا منها لان ببساطة بيعتبروها بوابات للشياطين فانا سألت وقلت له طيب وبيتعاملوا هما بقى معانا ازاي ما احنا برضو شكلنا محدد قال هما بيتعاملوا مع الطاقة النورانية اللي طالع معاك ومع شكلك الجميل من برا اللي هو مثلا انت بترتدي ملابس كويسة فيها الوان معينة وهكذا طاقتك لما بتكون نورانية بيعرفوا يتعاملوا معاك لان طاقتك وقتها بتكون شبه طاقتهم وقتها هنا انا استحضرت حاجتين من النصوص الاسلامية ولها الاية القرآنية لما ربنا اتكلم عن المؤمنين لما قال نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم اذا هنا الكلام كان على الطاقة النورانية وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة وعلى فكرة اهلي شخصيا اول ناس مش عايزين يشيلوا الصور والله يعني انا عارفة الامر ده صعب الناس كتير جدا او مش مقنع بس انا قلت الاهلي انا هتحكم في غرفة نومي الواحد يعني محدش روع عندي حاجة بقى تاني حاجة الواحد بيعملها في التهيئة صوت الصلوات والادعية والعصفير بتجذب الروحانيات النورانية الايجابية جدا 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 يعني لو انت بتقرأ قرآن علي صوتك لو بتسبح علي صوتك مش تعليك انك بقى بتأذن لا يعني خليه مسموع بس انك بقى تشغل قرآن في البيت من التلفزيون او الراديو وتسيبه كده كل الفتاوي حرمته وانا بصراحة مقتنعة بتحرمهم لانه مبني على كلام ربنا لما قال واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصته لكن تشغلوه يعني وتروح وتطبخه او تتكلمه في التليفون ده غلط جدا يتشغلوه وتستمعو له يابا لاش ثالث حاجة تنظيف البيت بالماء والملح مرة واحدة على الاقل في الاسبوع وطبعا البيت لازم يتهوى الصبح بدري رابع حاجة لو 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 قدرتوا او بتحبوا اقتناء القطط اشتروا قطة لان القطة قدرتها على ازالة الطاقات الشيطانية والسلبية قوية جدا كنا عاملين مقالة عنها قبل كده في الانستجرام من فترة تقدروا تبقوا تطلعوا عليه بس طبعا لما تيجوا بقى تعملوا خلوة فيها ذكر واوراد وكده خلوا القطط برا الغرفة اللي انتوا شغالين فيها لكن لو ما فيش خلوة خلوا القطة تمرح برحتها وسيدنا الحبيب المصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم مدح في القطط وقال انها ليست بنجس انها من الطوافين والطوافات عليكم ودعولي بقى مامتي توافق اجيب قطة صغيرة خامس حاجة الكريستالات بالذات الكريستال الحقيقي خصوصا اللي هو شكله كاروي يعني يعاطي على شكل كورة شوية او يبقى يعني مثلا عامل زي الجوهرة اللي هي الكاروية لكن مايبقاش شبه الاشواك تمام؟ ده طاقته روعة بيولد طاقات ايجابية طول الوقت بس لازم يكون نظيف وبيلمع ما تخلوش عليه تراب سابع حاجة البيت لازم يكون معطر وخصوصا ببخور المسك او الصندل او اي بخور جميل رحته منعشها الروحانيات بتاعشق حاجة اسمها بخور زو رائحة طيبة حتى لما هم بيروحوا لبعض الناس الناس دي مثلا فجأة تشم ريحة بخور ويكون البخور ده اصلا مش عندها في البيت يعني ده بيعتبر من بعض علامات الحضور بتاعتهم ان الناس تشم ريحة بخور فجأة ثامن حاجة ما تأيدوش الطفل الصغير عن اللعب والضحك والمرح في البيت حركة الطفل في البيت وببرقته طبعا بتجذب الملايكة والروحانيات النورانية جدا هم اصلا بيحبوا الاطفال لان الاطفال احبابه الله وعشان روح الاطفال نورانية وشبههم اه طبعا مش لدرجة تسيبوه يكسر الحاجات المهم يعني اعرف قسر كتير اول ما الطفل يبتدي يجري او يغني او يلعب يقولولو اسكت يأيدوه سيبوه يمرح مش بس عشان الروحانيات عشان هو كمان ما يتعقدش تاسع حاجة وربنا بقى يهسطر على اللي حقولوه عشان حلاقي ناس المحضرة المطاوي ام ما تعقدش عريان شبه تماما في البيت انا عارفة فيه ناس ممكن تقولي لا بقى انتي افورتي قوي يعني نفترض ان الدنيا حر بلاش نقعد براحتنا وبعدين مش كل الناس عندها تكيف واتقل لا بقى امال حنقعد براحتنا امتى لا راحة برا البيت ولا راحة جوه البيت حاسمع صويتة انا عارفة بس الكلام ده والله يا جماعة مش موجه للجميع هو موجه لفئة الناس اللي تروحنت وقطعت شوت وعايزة تستقبل الروحانيات ممكن تلبسه ملابس قطنية خفيفة يعني مش لازم تبقوه قاعدين ملت مش بالميوهات يعني ما هو بالعقل انت لما بيجيلك زائر للبيت هل بتقعد قدامه عريان طبعا لا والعلمكم انا لقيت فيه احديث كتير جدا بتنبه على الموضوع ده يعني ممكن تلاقوها في جوجل لو حبيته تبحثه عشان بس مضاياش وقت الحلقة ولو لاحظنا في الايات او في القصص اللي حصل فيها الحضور الملائكي بنلاقي الملائكة دخلت على سيدنا زكريا هو قائم يصلي في المحراب الوحي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم هو في حالة الخلوة بالجبل سيدة مريم جالها روح القدس وهي في موضع عبادتها حتى الفكهة اللي كانت بتجيلها من السماء كانت بتجيلها برضو في المكان اللي هي تتعبت فيه ما شفناش ابدا حضور ملائكي حصل لشخصية ما تاريخية وهي قاعدة ملت او مبينين عورتهم ولو هم قاعدين مثلا بتفرجوا على غناء جواري او خلافهم تمام؟ طبعا كلامي ده مش معنى انت تفضل مرهون بالاحتشام داخل المنزل وانك بقى تفضل مأيد نفسك طول الوقت على انتظار امر زي ده لأ انا بقولك هما بيحبوا ايه وانت حر بكيفك يعني وعشان كده قلت في حلقة من الحلقات السابقة ان الاجواء الباردة بتزيد فيها الروحانيات مش عشان بس الناس بتكون محتشمة بل عشان الحرارة نفسها كمان بتخلي الواحد مفرهض مش طيق نفسه وطقته خاملة حتى الاوراد ممكن يكسل انه يعملها لكن الجو البارد بيشجع على الزكرة اكتر من ضمن الحاجات برضو في تهيئة البيت الخضرة والاشجار مع عداء الصبار لان اي حاجة الحواف بتاعتها حتى بتكسر مسارات الطاقة وكمان الورد الطبيعي خاصة الفل الفل طاقته جميلة جدا لانه بيلطف الاجواء وتوليد الطاقات الايجابية وطبعا لازم تهتم بالنباتات دي ما تسبهاش ميتة الالوان الفرايحي او الجميلة الفتحة من ضمن الالوان اللي بتساعد على توليد الطاقات السعيدة في البيت يعني فيه ناس اعرفها دهنبتها كله اسود الحيطان كمان كلها اسود الكنب اسود الارض سودة احنا الاسود شيك وكل حاجة بس مش للدرجة الشياكة دي جدعين الكعبة اسودة بس الحواليها مكان مفتوح ابيض وهي من جواها ذات نفسها مش سودة واخيرا عايزة اقول للناس اللي ساعات مش برد عليها في التعليقات سامحوني ده مشكلة من اليوتيوب على فكرة مش بيظهر لي كل التعليقات في الموبايل لكن لما بدخل من اللابتوب وطبعا انا ده بدخله نادرا لقيت كمية تعليقات من ناس اصلا متعودة ارد عليهم قد كده مش مردود عليهم حقكم علي والله يجازي تحديثات اليوتيوب الحمد لله انا كده خلصت الحلقة اتمنى تكون عجبتكم وبالنسبة للزوار الجدد لو عجبكم محتوى القناة وحب تتشرفوني بارواحكم الجميلة ما تنسوش زرار الاشتراك تفعيل زرار الجرس عشان يوصلوكم كل جديد سلام عليكم